وشاهد أبو الناجي ما معنى خوفش بلخان وإيش الأصب وما وراء كل هذا اللي عم بسير السلام عليكم شكرا ربو عيسى أول كل عام وانتب خير في الصح مجيد كل عام وانتب خير كل عام وانتب جميعا بألف خير رمضان كريم احنا يا جماعة اليوم أول شي معانا واحد من الشباب اللي اتحرروا جديد هذا اللي بدنا نحييه بناتنا عايد هون باللد بعد 11 شهر خرج من السجر ويمكن في عنا كمان شباب هون من اللد اللي كانوا معانا بالأحداث الأخيرة واللي اتحرروا جديد فأول شي بدنا نحيي الشباب قبل ما نفصل الحمد لله على السلام وان شاء الله على العيد بيكونوا كل الشباب تحرروا وبعايدوا ان شاء الله مع أهليهم اخواني اللي عملوا يصير في المسجد الأقصى واللي صار انبالح كمان في كنيسة القيامة ما فيه اشي جديد اسرائيل في عندك سياسة واضحة اعلنت عليها مش انه احنا نتحذر منخمن يمكن اه لا اسرائيل اعلنه واضح جدا شو اللي بدها اياه بدها تهويت في القدس كل القدس طبعا تحدي الأساس من أكبر العقبات موضوع المسجد الأقصى وفيه اله اهمية استراتيجية وكبرى كا احد اهم اماتن المقدسة لكل الإنسانين طبعا اللي صار برضو مبرح بكنيسة القيامة برضو نفس الشي تتخيلوا الناس عندها عين وجايين في منهم عرب مسيحيين وفي منهم جايين من كل مكان حواجز كل الطريق من باب جديد لكنيسة القيام واعتدوا على رجال الدين وهم وقفين على الحواجز ومنعوا وفد السفرة والدبلوماسيين يمشي زيهم زي باية الناس بعدين طلع هذا الشرط العربي العميل عميله أهباد بالشعار الفيديو هذا اللي طلع فضحهم اللي بدي يقسم الناس لمن مسموحه لمن ممنوع وبلابسه انتوا تخيلوا جماعة ناس جايب يتعيد انت بتلابسه قصويره عشان تعرف يتميزه قال بتلابسه قصويره عشان بدك يتميزه فهاي يعني دولة ما لها علاقة لا بحرية الدين ولا بحرية عبادة المسلم اللي جاء على المسجد الأخصى ما في عنده حرية عبادة في دولة إسرائيل ولا المسيح اللي جاء على كنيسة الخيامة لمن في حرية عبادة؟ في حرية عبادة لهدولة المجنين المضطرفين المستوطنين اللي بدي يصلي بالمحل اللي مش لقله مش بس من بتكنيسة بديو يجي يصلي بالمسجد قصباً عن مليار ونص مسلم ويستفز مشاعرهم ويطلع ضد القانون الدولي هذا له حرية عبادة هاي هذا التطرف هذا الجنود إسرائيل دا تسمي لنا ياه حرية تدين أو حرية عبادة هاي ناس عنصرية لهدولة المجنين اللي طالع بده يعمل مسيرة أعلام وبده يجي يمشي وإن هو بده شو هي مسيرة الأعلام يا جماعة؟ هيدولة بدا تحتفل بالاحتلال ليش عماله يحتفل؟ جاي يحتفل بالاحتلال هدول ناس مرضين هذا إله حرية مش بس إله حرية بسبوكاش تحاسبه تيجي كل قوات الأمن الإسرائيلية تحميه تساعدوا يفتحم المسجد تساعدوا يمشوا هلما بدهوا بمسيرة الأعلام تحرد علينا إحنا وهذا الوضع إلى مستمر فترة طويلة جداً في الليد يا جماعة آخر سنة كلها سنة تحريط ما أبطي نذكر مدينة الليد؟ الجماعة زي ما قلت لكم قبل بعدين زيلوا إنه قلت لكم ايه؟ كنا هون قبل عدة أشهر في مدينة الليد حاولنا نشرح طب ليش كل الزعل هذا بالليد؟ ليش كل هالتحريط على الليد؟ شو اللي عمت الليد؟ حمت نفسها الليد أجت ناس من برية الليد تعتدي على أهل البلد؟ أهل البلد حموا نفسهم حموا مقدساتهم، حموا بيوتهم، حموا عائلاتهم لأن الشباب اللي انواقفوا زيلوا جماعة ففيها لموج التحريط رهيب يعلم وعلى هاي الموج يا جماعة تلع قرار أولاً في اللجنة الشعبية لأنه احنا صرنا أقراب جداً من إحياء عام على هبة الكرامة الهبة اللي اعتلى فيها شهيد عندنا من مدينة الليد موسى حسونة، ومعنا أبوه للشهيد، بدنا نحيى أبوه للشهيد لو موسى حسونة حبيبنا أبوه اللي فيه عليه ضغط جبار من يوم ما اعتلى الشهيد وهي الشرطة وأجهزة الأمن نازل ضغط على أبوه كأنه هو اللي مسؤول مش هم المجرمين الضغط مستمر وبعد في عنا عدد كبير جداً من الأسرة من مدينة الليد يا جماعة في عنا الشباب لسا مش محكمين لهم تقريباً سنة قاعدين لساهم مش محكمين جاء علينا عيد فمهم جداً يا جماعة ما ننسى الأسرة وزيارة عوائل الأسرة في مدينة الليد أولادنا هدوه ولا واحد فيهم كان يعمل جريمة هدوه كانوا يعملوا دورهم في حماية البلد هم اللي وقفوهم اللي شرفونا فمهم جداً ما ننساهم بالعيد يا جماعة ونزور عائلات الأسرة بمدينة الليد في العيد كمان على أساس الناس يعرفوا أنه أهل البلد كلها معاهم تلع قرار كمان في اللجنة الشعبية وكمان في لجنة المتابعة بالليد بـ 14-5 يوم قبل النكبة يوم جمعة 13-5 يومين قبل الموعد الرسمي للنكبة نويين نعمل مشاط قطري في مدينة الليد بالضبط بالنسبة للتفاصيل اللجنة الشعبية رايحة تعني يوم وساعة وكل شيء ولكن يا جماعة مهم جداً نكون عارفين ونعمل إحساننا إنه السنة كمان ذكرى عام لإحياء هبة الكرم اللي الليد كان فيها دور جبار ومشرق وكمان إحياء لذكرى النكبة اللي الليد لحد اليوم بتعاني منها بده إنعمل فعالية قطرية في مدينة الليد هلأ زي ما انتو شفتوا يا جماعة اجتماع ندوي سكروا الجماعة يعني أنا انجبرتها صف بالسوق سكروا من هون وسكروا من هون وانضغطوا والله أعلم يصاروا بعتين هلأ لقيادة الشرطة وشو بدو يجينا تحريط بكرة على الاجتماع كما تكونوا عاملين حسابكم إنه بدنا نعمل فعالية قطرية مظاهرة كبيرة في مدينة الليد هاي الفعالية يا جماعة هاي احترام للشهيد اللي اعتلى في مدينة الليد وهاي احترام لشبابنا المعتقلين لحد اليوم اللي دفعوا تمن كبير جداً اللي حاولوا يفرضوا عليهم ملفات ملهم مش علاقة فيها بالتعذيب وبالقوة وبالترهيب وهاي كمان احترام للدور الجبار اللي عملته مدينة الليد فمهم جداً مهم جداً إنه نشارك في هذا النشاط لما يعلن عليه طبعاً كل التفاصيل رح توصلكم مهم جداً المشاركة بهذا النشاط ومهم جداً إنه تنعمل مسيرة مرتبة ومنظمة مع منظمين كل شيء لأنه إحنا بتهمنا البلد إحنا بدنا نحمي إحنا عم نعمل النشاطات هاي على أساس نحافظ على البلد وعلى أساس نحافظ على حالنا بالبلد هذا الهدف بالأساس للفعاليات والنشاطات والمظاهرات والفعاليات الميدانية هاي تثبيت وجود فمهم جداً إنه الحدث الكبير هذا يكون فيه نظام ويكون مرتب وينعمل زي ما لازم لأنه مهم جداً إنه اللد تستحقه وأهل الشهيد بيستحقوا مننا هذا المجهور وأهل الأسرة والأسرة تبعونا بيستحقوا مننا هذا المجهور والجرحة والناس اللي دفعت تمان وفيه أهمية كبيرة جداً للمشاركة قوة الرسالة تبعتنا بالمشاركة في مدينة اللد جاء من حجم المشاركة كل ما كنا أكتر الرسالة بتمروا أقوى ولذلك مهم جداً كلنا نكون كبار صغار أطفال نساء رجال مهم جداً لكل شارك ألا جماعة أنا بدي أختم بأنه لوين رايح الأمور إحنا ألا اليوم بطلت واضحة في بكرة انتخابات فيش بكرة انتخابات إحنا يا جماعة ممنوع نقرأ تاريخنا وتطورنا بناء على الانتخابات بالإسرائيل مش مهم الانتخابات يا جماعة المجتمع الإسرائيلي آخر عشرين سنة تدهور لليمين ولليمين الفاشر فيه انتخابات فيش انتخابات مش مهم المجتمع بأغلبه باليمين واليمين يعني اليوم في مية وعشرين عضو كينيسة من المية وعشرين في مية بعرفوا حالهم باليمين طب وصة صارت انتخابات شو تحسين؟ في خمس مع اليمين كمان تنين كمان هين تنين كمان لهين فيها أغلبية صحة كلها اليمين فاللي لازم احنا نعمله أولا احنا عملية أصله عملت معانا مصيدة سوت انه ايش؟ الناس صار عندها شغور انه انتهى الصرا خلص خلصت الأمور والدكتور صايب عرقات الله يرحمه بده يروح يسكر شوية حتى فاصيله برمضان وخلصنا ها يا جماعة ها مش لاحة تصير في الوقت قريب ما في شريك للأسف احنا ياريت الجماعة عبدهم سلام ياريت احنا اول ناس بدنا سلام بس للأسف ما في شريك اسرائيلي اليوم لسلام والمعركة معركة طويلة وبدها نفس طويل على اساس احنا نقدر نمشي بهاي المعركة ونحافظ على ثوابتنا الوطنية بدنا نخطط لها نفس طويل نكون عاملين احساب انه الاشياء بتاخد وقت وانه الاشياء ما في اشي بده يتغير بكرا هذا معناته ان احنا لازم نتنظف احنا نحسن من تنظيمنا نرفع من مستوى تنظيمنا الميداني وعملنا وجمعياتنا على اساس نقوي مجتمعنا نحافظ على مجتمعنا ندير بالنا على اولادنا ندير بالنا على بلدنا على اللط على الرمل على كل مكان ونعمل دور كمان على اساس كمان نقدر نعمل دور في خدمة قضيتنا وخدمة شعبنا طبعا الشيخ ذكر اهمية هذا اكتر ايش احنا نقدر نعمله للكدس قبل يومين صالينا بالكدس يا جماعة ما في اجمل من هذا المشهد خاصة في العشد الاواخر كميات الناس اللي بتوفد على المسجد الحمد لله من كل مكان من اهلنا بالنقب واللط والرمل ويافة والمتلت والجليل واهل القدس واهل الطفة يعني يمكن اول امبره يوم يجمع بالليل كان يمكن مية وخمسين الف داخل المسجد ويمكن مية الف برية المسجد ايش الحمد لله منظر رهيب مجرد ان الواحد يوقف في ناك بنفعله وبتأثر وبتملا طاقة ومهم جدا بالاضافة طبعا لاهمية الصلاة والروحانية في العشد الاواخر هذا شرع الصلاة في المسجد الاكثر وزيارة البلد يا جماعة زيارتكم للبلد اهل البلد بتاخد فيكم روح القدس عليها ضغط جبار يا جماعة صحيح في ضغط كبير على المسجد الاكثر وبشكل دائمي منحكي عليه ولكن الضغط على كل اهل القدس في حصار اقتصادي لأهل القدس في مشاكل اجتماعية في ضغط سياسي بشكل دائم التواجد الفلسطيني في القدس بعد الاهل القدس روح مجرد انكم بجيتوا هناك بالبلد الناس بتاخد فيكم روح فمهم جداً زيارة القدس مهم جداً زيارة المسجد الاكثر ومهم جداً كمان عنا بالبلد باللد لما نحيي الزكرة لا اعتلاع الشهيد موسى حسنونا في مدينة اللد ونتذكر كمان المعتقلين وعائلات المعتقلين والجرحة والتمن الكبير اللي دفعناه في مدينة اللد بدنا نكون جاهزين نعمل مظاهرة نشاط مسيرة كيف ما بتشوف اللجنة الشعبية هي اللي بتططط في مدينة اللد ونردد ايش ما انتو بتشوفوا صح كيف ما بتشوفوا مهرجان فعالي ايه النشاط المهم ايه المهم الحضور الحضور والنظام هاي اهم اشي يا جماعة يعطيكم الف رافية كل عام وانتو بطير وشعب نبك برد الله برد الله برد الله ايه اخوان تخضيراً للمظاهرة الكبيرة اللي بدها تصير ب13.5 الليد هي رح تكون بلد مركزية رح يجع عليها مئات والاف الناس من كل انحاء البلاد فمهم جداً اتابعوا صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها اللجنة الشعبية الليد بالعربي رح يكون فيه هناك تفاصيل ورح يكون فيه هناك نشرات ولكن مهم جداً انه احنا نستوعب هذا الاشي انه احنا اليوم ب13.5 رح يكون مركز البلاد والكل بده يجي لعدنا ولازم نوقف وقفة رجل واحد واللي بده يتطوع باللجنة الشعبية لتحضير لتحضير المظاهرة ويساعد والفعاليات برضو بيكون مشكور جمال كلمة اعضاء البلدية